يواصل طيران العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته خارق وقف اطلاق النار بالتحليق والقصف في عدد من محافظات الجمهورية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية يواصل طيران العدوان السعودي ومرتزقته خارق وقف اطلاق النار في عدد من محافظات الجمهورية ففي محافظة تعز عواد طيران العدوان السعودي تحليقه المكثف في سماء ذباب والعمري والجديد واستهدف مرتزقته مواقع الجيش واللجان الشعبية في بيرباشا برشاش عيار 12 سبعة كما استهدفوا مبنى الامن المركزي بالرشاشات واستحدثوا تحصينات جديدة في الشماس وكلابة واستهدف المرتزق المدارس بمديرية دباب وواصلوا خرق وقف اطلاق النار في الوازعية واصيبت طفلة بجروح بالغة اثر قصف مدفعي للمرتزقة استهدف احدى المناطق التابعة لمدينة الوازعية واستهدف مرتزقة العدوان السعودي الامريكي مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الهجدة والخلل من عزلة الاقروض بالمسراخ كما استهدف المرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في عزلة الخلل بمديرية خدير بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة وفي مأرب حلق طيران العدوان السعودي الامريكي في سماء المحافظة وقصف مرتزقته مواقع الجيش واللجان الشعبية في المسجح بالمدرعات واستهدفوا بصواريخ الكاتيوشا وقبائف الهوان جبل هيلان وقصف مواقع الجيش واللجان الشعبية في بحراب سرواح بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة وواصل المرتزقة الخروقات بمحاولة التقدم باتجاه جبل السعدي في حريب نهم وفي محافظة صنعى حلق طيران العدوان السعودي الامريكي في سماء العاصمة واستهدف مرتزقته في مديرية نهم مواقع الجيش واللجان الشعبية في سلسلة الحمراء برشاش عيار 14 وقرية الحول برشاش 12 و7 وقصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية في وادي ملح بالمديرية نفسها برشاش عيار 14 كما استهدفوا مفرق ضبوعة وعاودوا استهداف عدد من المناطق في المديرية بالقصف الساروقي والمدفعي أما في الجوفة قد حلق الطيران المعادي في سماء المحافظة واستهدف مرتزقته مواقع الجيش واللجان الشعبية في وادي أيبر بالغيل وقصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق مدينة الغيل بقذائف بي عشرة كما عاود المرتزق استهداف مديرية الغيل ومنطقة العقبة في مديرية خب والشعف مرتزقة العدوان السعودي واصلوا خروقات وقف إطلاق النار أيضا في البيضاء حيث استهدفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجماجم بمديرية الزاهر برشاش 12 و7 وقصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية في الخلقية بمديرية سوادية وقرن ماعز برشاش 14 وقصفوا مواقع الجيش واللجان الشعبية في العبل بالوهبية بقذائف الهاون أما في محافظة حجة فقد حلق طيران العدوان السعودي الأمريكي في سماء مديرية كعيدنا ومستبا وعبس كما حلق طيران العدوان السعودي الأمريكي بكثافة على سماء محافظة الحديدة وعمران وصعدة